مع اقتلاب عيد الفطر المبارك بدأ المواطنين لسيم الأسر يعملون على قدم وصاق لاستقبال الزوار الذين يتوفدون إليهم في ذلك اليوم السعيد فلذلك فقد باتوا يتوجهون إلى أماكن بيع الحلويات المتنوعة لشراء بعضا منها بغية تقديمها للزوار الذين يأتون لزيادتهم ولاهمية هذا الموضوع توقفنا في بعض محلات البيع وصناعة الحلويات للتعرف على بعض أنواع الحلويات وكيفية تجهيزها ومتى إقبال المواطنين لشرائها من جانبهن بايعات الحلواء فقد تحدثت عن صناعة الكعق والحلويات المختلفة إشاره إلى هذه الصفة عد من بين الصفات المرقوبة للأسرة الشادية لاستكبال عيد الفطر المبارك بكل فرحة وسرور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر